اكيد كلنا عارفين ان اليوتيوب وسيله جده لربح فلوش كويسه من الانترنت واكيد كلنا عارفين ان طريقة الربح من اليوتيوب هو انك بتربطه بـ account على جوجل ادسينس و كل ما بتزيل عدد المشاهدات كل ما ارباحك بتزيل ولو ما عندكش account علي جوجل استنس او ما عندكش قناة على اليوتيوب وحاببي كلك ارباح من الفيديوهات اعمل الفيديو وابعتولي وانا هنشره عندي والارباح هتوصلك كلها عندك باي وسيلة دفع هتلاقي دروس على القناة هنا ازاي تزود عدد مشاهدات قناتك لكن عدد المشاهدات مش العامل الوحيد اللي بتحكم في ارباحك في عوامل تانية من اهمها سعر المشاهدة او بمعنى اصح سعر الاعلانات نسبة الفير ريت او عدد الاعلانات بالنسبة لعدد المشاهدات مش كل المشاهدات بيكون فيها اعلانات ومش كل الاعلانات بتكون بنفس السعر وكمان نوع الانتر اكشن هل هو امبريشن بس يعني مجرد مشاهدة ولا المشاهد ضغط الاعلان ودخل على موقع المعلن. من العوامل التانية برضو نسبة المشاركة من الحاجات المعروفة انك مش بتاخد كل الارباح اللي بتحصل عليها انما بتاخد نسبة منها واتسنس لها نسبة تانية اللي هي عمولة فكلما عمولة الشبكة الاعلانية اللي هي بتقل كلما نسبتك انت بتزيد وبالتالي ارباحك بتزيد. في عامل مهم جدا الناس مش بتاخد بالها منه هو مصاريف الخدمة. الارباح اللي بتجي لك مش بس جزء منها بيروح لاتسنس على هيئة عمولها. لا في جزء تاني مهم بيروح على هيئة درائب. كده انت عرفت السر اللي يخلي ارباحك تضاعف حتى لو المشاهدات ما زادتش. انك باختصار تزود اسعار الاعلانات وعدادها. وتقلل عمولة الشبكة الاعلانية. وتخلع من الدرائب لكن بطريقة قانونية. وطبع لو عدد المشاهدات زاد هو كمان يبقى خير وبركة. عشان كده في اخر الفيديو ده هشرح لك باختصار شديد جدا الطرق الفعالة اللي تزود لك عدد المشاهدات. من الاخر هقول لك عزتونة. ومنها شوية اسرار كده انت هتعرفها الاول مرة. وسيبك من اي هاري تاني ما لوس اي لازمة. هتقول لي بقى ازاي نعمل كده. فيه تلات طرق لو عملتهم باتقان هتتفاجئ ان ارباحك نطت فوق فجأة. وما تنساش تبقى تدعيلي بقى وقتها. اول حاجة التارجد. يعني باختصار هتستهدف الدول اللي الاعلانات فيها اسعارها عالية. ولو عرفت تعمل فيديوهات اجنبية بتستهدف الدول الغنية. مالكش في الاجنبي مش مشكلة. اعمل فيديوهات عربية بتستهدف الدول اللي فيها قوة شرائية عالية وبالتالي اسعار الاعلانات هتكون اعلى. وما تنساش تزود مشاهدات الفيديو بالطرق السرية اللي حنقولها في اخر الفيديو ده. الطريقة التانية في منصات فيديو تانية غير يوتيوب وفيها ارباح برضو زي دي لموشن وغيرها. هنتعلم في اخر الفيديو ده ازاي ترفع نفس الفيديو للمواقع كلها في نفس الوقت. الطريقة التالتة وهي الطريقة الاساسية في الفيديو ده? فاكر لما قلنا عاوزين نزود اسعار الاعلانات ونقلل عمولة الشبكة الاعلانية ونخلع من الدرايب? طب ازاي بقى? الموضوع ببساطة جديدة انك هتربط قناتك بشبكة اعلانية تانية غير جوجل بس تكون شبكة قوية واسعارة عالية وملتازمة بالدافع. عشان اجيب لك من الاخر مفيش غير تلات شبكات هما اللي حيزبطوا ارباحك. انا اخترت منهم شبكة اسمها فريدن. هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن وكمان هتيزهر قدامك على الشاشة طول الوقت. الطريقة دي مضمونة جدا وشرعية واتسنة نفسها بتشجع عليها. انا اخترت فريدن بالذات لتلات اسباب. اول حاجة انها اكتر شبكة اعلانية بالدعم القنوات العربية. وعندها مخزون اعلانات عربي ضخم جدا. تاني حاجة شروطها ابسط كتير من الشبكات التانية. تارت حاجة فيها مميزات كتير او احنا نتعرف عليها دلوقتي. بس تعالوا نعمل مقارنة بسيطة كده على السريع ما بين لو انت ربطت قناتك على يوتيوب باتسنس وما بين انك لو ربطت نفس القناة بفريدن. اول حاجة اتسنس شركة امريكية مقارنها في ايرلندا وبالتالي بيتطبق عليها قوانين الفات او الضرائب الامريكية وبتدفع ما بين تلاتين لخمسين في المية من ارباحك للضرائب. اما شركة فريدن فهي مؤسسينها امريكان برضو كنديين لكن مقارنة الشركة في هونج كونج وبالتالي مش بيتطبق عليها قوانين الفات وبالتالي ما بتدفعش درائب. وبكده انت وفرت خمسين في المية من ارباحك بدل ما كنت تحت تدفعها للضرائب. تاني حاجة نسبة المشاركة في ادسنس وفريدن تقريبا متساوية لكن في فريدن في ميزة انك ممكن توصل لتسعين في المية كلما عدد مشاهدات قناتك بتزيد كلما عمولة فريدن بتقل وبالتالي نسبتك بتزيد. وبكده انت توفرت تلاتين في المية تانية كانت بتروح كعمولة للشبكة الاعلانية. يعني ارباحك دلوقتي زادت بنسبة ثمانين في المية. تالت حاجة لو انت بتتعامل مع جوجل ادسنس فالمخزون الاعلاني للمشاهد الواحد بيتوزع على الفيديوهات وعلى المساحات الاعلانية المختلفة. من المساحات الاعلانية اللي موجودة هي المساحة الاعلانية اللي موجودة في الفيديو نفسه والفواصل الاعلانية اللي جوه الفيديو وكمان المساحة اللي موجودة في الصفحة اللي حوالين الفيديو. جوجل بيبقى عندها مخزون اعلاني معين لكل مشاهد بتوزع المخزون ده على المساحات المختلفة. لو افترضنا مسلا ان في حد دخل يشوف الفيديو بتاعك ومفيش غير اعلان واحد بس هو المناسب لي انه يشوفه. فبالتالي الاولوية ان ادسنس هتحط الاعلان ده على الفيديو. اما المساحات اللي حوالين الفيديو ادسنس مش هتستغل لها في الاعلانات. لكن لو المساحة اللي الفيديو اريدي محجوزة للشبكة اعلانية تانية اللي هي فريدم. ادسنس هتضطر تحط الاعلان بتاعها في الصفحة حوالين الفيديو. وبالتالي انت هيبقى عندك شبكتين اعلانياتين شغليني في نفس الوقت. واحدة شغالة على الفيديو نفسه اللي هو فريدم. والتانية شغالة على الصفحة اللي حوالين الفيديو اللي هي ادسنس. والمفاجأة بقى انك رغم انك ربط القناة بتاعتك بفريدم الا انك هتكسب من بریدم وكمان هتكسب من hvor لانتَ عملته دلوقتي انك زودت المنافسة على المساحات الاعلانية عدد المساحات المتاحة قدام أدسنس بقى أقل وبالتالي تأنس هتحط في المساحة المتاحة اكتر اعلان ل конт Cercle وبالتالي هتنقيلك اكتر اعلان سعره عالي عشان تستغلي المساحات القليلة المتاحة شبكة فريدم بتعدي اعلا من شبكة جوجل ادسنس وكمان بتحشبك على الامبريشن مش بس على الضغط على الاعلانات شبكة فيها تنوع في وسائل الدفع يعني مثلا ممكن تاخد فلوسك بالبيبال او باي طريقة تانية انا عن نفسي بفضل البيبال لان بيبقى معايا فلوس موجودة على الانترنت بقدر اعمل اعلانات ممولة مثلا على الفيسبوك او اقدر اشتري بيها اولاين او اعمل اللي انا عايزه او احولها في الاخر اللي حسابي على البنك لما بتربط قناتك على اليوتيوب بشبكة غير ادسنس انت بكده بتحمي حسابك في ادسنس لو لا قدر ان لو حصلت مخالفات وتكررت لدرجة ان قناتك على اليوتيوب تقفلت فعلى الاقل بدل ما قناتك وحسابك على ادسنس اللي اتنين يتقفلوا على الاقل انت حساب ادسنس حفظت عليه لكن قناتك على اليوتيوب بس هي اللي تقفلت وبالتالي تقدر تستخدم حسابك في ادسنس في حاجات تانية في بلوجر مثلا او في ويب سايت بتاعك او كده لكن فيما يتعلق باليوتيوب انت هتبقى رابطه بحساب وده مش معناه انك تخالف برحتك لكن معناه انك لو خلقت والقناة بتاعتك اتقفلت فعلى الاقل اكاونت الادسنس بتاعك في امان الحد الادنى للدفع بالنسبة لفريدم بيبقى اقل من الحد الادنى للدفع لجوجل ادسنس وده ميزة كويسة جدا من المميزات اللي موجودة في فريدم هي الكروس ابلود او انك بترفع الفيديو بتاعك لكذا منصة في نفس الوقت او ممكن تاخد فيديو موجود مثلا على اليوتيوب وتاخد منه وتنقله على الديلي موشن من غير ما تضطر ترفع الفيديو داني ودي كانت الطريقة التانية اللي كنا تكلمنا فيها من شوية انك ازاي ترفع الفيديو الواحد على اكتر من منصة فيديو غير اليوتيوب ودلوقت هنتكلم عن اسرار بسيطة جدا انك تزود عدد المشاهدات بتاعت القناة بتاعتك اول حاجة اختيار الموضوع اختيار الموضوع من الاساس من العوامل المهمة جدا 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 اللي بتتحكم في عدد المشاهدات لو انت اخترت موضوع تافه غالبا مش هيبقى فيه ناس مهتمة انها تشوف لو الموضوع قوي ففرصة ان الموضوع نفسه يتشاف هيبقى اكتر بكتير جدا من الموضوع التافه لو الموضوع متعلق بالترند او متعلق بحاجة الناس مهتمة بها في اللحظة دي ففرصة ان الفيديو يتشاف هتكون اعلى بكتير علشان كده من الاسرار المهمة انك تتابع ترند وتحاول تتكلم عن الحاجة اللي شغلة بال الناس في الوقت ده لكن من الحاجات بقى السرية شوية انك تجرب تعمل سيرش على اليوتيوب لغاية ما تشوف اكتر جملة بحثية الناس بتبحث عنها في الموضوع ده يعني مثلا لو في مباراة كرة قدم ما بين ريال مادريد و تشيلسي فانت كده عرفت ان الترند بتاع النهاردة هو مباراة الكرة ما بين ريال مادريد و تشيلسي لكن عايزين نعرف الناس لما بتعمل سيرش بتكتب ايه بالزب فجرب تدخل على السيرش بتاع اليوتيوب مش بتاع الجوجل تشوف اكتر حاجة مثلا الاهداف ملخص المباراة اللي مادش نفسه لو في موقف معين لو في جملة معينة معلق او حاجة شوف اكتر حاجة الناس كانت بتدور عليها ايه في اليوم ده وخلي ده الفوكس كيوورد بتاعك او المين كيوورد الفيديو حيدور حواليه وهيكون الكيوورد الاساسية اللي انت هتكتبها اول حاجة في الكيوورد وهتكتبها كمان في الديسكريبشن وهتكتبها كمان في التايتل بتاع الفيديو من الحاجات اللي بتزود عدد المشاهدات انك تعمل اعلانات على جوجل ادورد ودي من الطرق الشرائية لكن للأسف الشديد هي صحيح بتزود عدد المشاهدات لكن ما بتضمن لكش انك تحقق بيها ارباح لان ببساطة جديدة جدا لو الاعلان بتاعك حقق الف مشاهدة فدي الف مشاهدة اعلانية وليس الف مشاهدة للفيديو في مية شخص بس دخل يشوف الفيديو. من المية شخص اللي دخل يشوف الفيديو ممكن تكون نسبة الاعلانات او مثلا خمسين في المية فبالتالي خمسين شخص بس هما اللي شافوا اعلان. ممكن الخمسين شخص دول ما يكونوا شافوا الفيديو للاخر وبالتالي ارباحك من الاعلان بقت اقلب كتير جدا. فعدد المشاهدات صحيح زادت لكن انت ما اخدتش عائد كويس. على المدى القريب. لكن ممكن تاخد عائد كويس على المدى البعيد هو ان القناة بتاعتك بتبدأ تنتشر مع الوقت وبالتالي انت بتكسب مشاهدات بقى اقل كلف اعلانية ممكنة. طبعا ده بالاضافة للطرق التقريدية اللي كلنا عارفينها زي الاهتمام بالكي وورد الاهتمام بالديسكريبشن والطرق التانية اللي هتلاقيها الناس كتير جدا جدا اتكلمت فيها. من الطرق الكويسة اللي اكيد هتزود عدد مشاهدات القناة بتاعتك انك ترسلني برابط الفيديو يكون محترم وكويس جدا من القناة بتاعتك. وانا هاعرضه بحيث يظهر في بعض الفيديوهات اللي ما هتكون موجودة على القناة بتاعتك. وهتظهر كاقتراح للمشاهد بعد ما يقلس الفيديو ان هو يدخل على احد الفيديوهات بتاعتك. وبكده انت هتكون ضمنت عدد مشاهدات كبير للفيديو. علشان الفيديو بتاعك يظهر عندي. سيب لينك الفيديو بتاعك في كومنت على الفيديو ده. وكمان سيب وسائل التواصل معك سواء الفيسبوك او الواتساب.